تحسبا للموسم جديد والاستحقاقات التي تنتظر فريق اتحاد العاصمة قررت إدارة والنادي تجديد ملعب عمر حمادي من خلال مشروع طموح يهدف لتجديد مرافق الملعب وكافة ملحقاته نحن جميلة نحن جديد لتجديد ملعب عمر حمادي نحن نفعل الأشخاص لتجديد ملعب وكافة ملعب وكافة ملعب رئيس الفريق ربو حداد لم يتردد في إطلاق أشغال الترميم حرصا على توفير كل الظروف لللاعبين والطاقم الفني والجمهور من خلال إجراء تعديلات على مرافق الملعب الذي عرف قبل يوم عمليات ترميم عديدة أرضية الميدان المكسوة بالعشبة الاستناعية ستغطى بداية من الأسبوع القادم بعشب جديد تم استراده من الخارج وهو من أغلى وأحسن الأرضيات الموجودة في السوق زيادة عن تنصيب نظام رش إلكتروني خاص بالعشب الاصطناعي وبما أن اتحاد جزائر مقبل على المشاركة في رابطة الأبطال الأفريقية فقد فكرت إدارة والنادي في استباق الحدث وعملت على تجديد غرف الملابس التي عرفت بناء مسبح جديد ومرشات حديثة إضافة إلى أجهزة تدليك خاصة غرف تغيير الملابس لم تستنهي الأخرى من العملية فقد تم تجديدها بالكامل وهي نفس العملية التي عرفتها الغرف الخاصة بالطاقم الفني إدارة اتحاد العاصمة بقيت وفية لتقاليدها وسعيا منها لمواصلة السير في بناء فريق محترف بذلت كافة الجهد في الإبقاء على ملعب عمر حماد واحدا من أجمل وأحدث الملاعب بالعاصمة مجهود واضح وميزانية معتبرة خصيصة لملعب سيكون بدون شك صرحا ومفخرة للاتحاد الطامح في مواصلة بناء نفسه بقدراته الخاصة من أرضية الميدان إلى المنصة الشرفية ومرورا بالمداخل الرئيسية كلها مرافق تعيش على وقع حملة التجديد حتى يكون كل شيء جاهز قبل التاسع شرء تجاري موعد انطلاق البطولة بطولة يريد الاتحاد التألق فيها تماما كما فعل الموسم الماضي ويبدو واضحا أن كل الظروف ملائمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر